نذهب إياكم إلى فقرة الصحة وتغذية والجمال وآخر الدراسات تقول بأن العيش بالقرب من الحدائق يحسن الصحة العقلية أظهرت هذه الدراسة البريطانية الحديثة أن العيش في نطاق 300 متر من المساحات الخضراء الحضرية مثل الحدائق والمحميات الطبيعية يزيد من الشعور باستعادة والرضا عن الحياة ويحسن الصحة العقلية يا سلام الدراسة أجراء باحثهم بجامعات وارويك ونيوكاسل وشيفلد في بريطانيا ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية أبلية جيوغرافي العلمية ولكشف العلاقة بين العيش بالقرب من المساحات الخضراء والرفاهية العقلية راقب الفريق 2518 شخصا في بريطانيا رصد الفريق شكل وحجم ومواقع المساحات الخضراء التي تحيط بالمشاركين وأجروا استطلاع لرصد مدى سعادتهم ورضاهم عن حياتهم ونعكاس ذلك على صحتهم العقلية نعم ووجد البحثون أن هناك علاقة قوية جدا بين مقدار المساحة الخضراء المحيطة بمنزل الشخص ومشاعر الرضا عن الحياة والسعادة وأيضا تقدير الذات ووجدوا أيضا أن العيش في نطاق 300 متر سماح من المساحات الخضراء كانت تأثير إيجابي كبير على الصحة العقلية والسعادة لدى السكان أما دكتوريا فيكتوريا هولدن قائد فريق البحث بجامعة واروك تعتقد أن هذه هي الدراسة الأولى التي توضح كيف يمكن للمساحات الخضراء الحضرية أن تحسن من الرفاهية العقلية للأشخاص أضافت أن هذه نتيجة لها إنعكاسات مهمة على التخطيط الحضر واتخاذ القرارات المتعلقة بأهمية المساحات الخضراء الحضرية وكيفية تخطيط مدن مستقبلية أكثر استدامة تصلح للعيش بشكل جيد جميل وترتبط الكثافة السكانية العالمية والعيش بالقرب من الزحم المروري وانخفاض أيضا المساحات الخضراء بترتبط بالتأثير سلبا على صحة القل والأوعية الدموية وبيعتبر حتى تلوث الهواء عمل خطر مساهم لعدد من أمراض بما فيها مرض القلب التاجي وأمراض حتى الرئى والسرطان والسكري أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف كشفت أن نحو 17 مليون رضيع في شطة أنحاء العالم يتنفسون هواء سمن بما قد يضر بتطور أدميغتهم بحسب تقرير صدر على البنك الدولي في 2016 يتسبب تلوث الهواء في وفاة شخص من بين كل عشرة أشخاص حول العالم ما يجعلها هذه الدول أكبر أو ما يجعل الهواء أكبر رابع عامل خطر دوليا ويكثر في الدول الفقيرة حيث يتسبب في 93% من الوفيات وأيضا من الأمراض غير المميتة نعم، من فهنية لهم الذين يساكنون في الريف والمناطق التي في ضواحي المدن أكيد إن شاء الله ستكون صحاتهم أكيد ستكون صحاتهم العقليات صراحة ستكون جميلة جداً والمتلاقي عادة أن الشطار في المدارس وحتى الأوائل في الجامعات سيكونوا من سكان الريف نعم، هناك الكثير من الشخصيات من الريف وطلعوا من أرياف المدن العربية إلى أرقة والأماكن والمناصب في العالم بالإضافة حمير أنه الآن في حتى بالمدن، إحنا نحكي عن الأرياف ماشي، هواء مظيف وطبيعة خلابة وحتى أكل بلدي معظم أكلها، هذا جنك فود ما بيعرفوا ممكن يعرفوا منه لو نعرض عليهم ولكن الآن المدن الحضرية بتحاول تخلق المساحات الخضراء لتحسين نفسية الناس وصحتهم العقلية خاصة في المدن المتطورة والكبيرة، بيحاولوا تكون أكثر قدر ممكن من المساحات الخضراء الآن في جرين روف، إذا ما في موجود المساحات الخضراء والمتنزهات، في أسطح خضراء صاروا يعملوها لحتى يوفروا من متنفص يعني اللي ساكنون في عمائر مثلاً نعم، إنه المعظم الآن يسكنوا في الشقق والمباني، فصاروا يعملوا الجرين روف يعني بتقوم على زراعة هذه الأسطح بالنباتات وممكن الأشجار لحتى يوفروا مساحة خضراء للناس الساكنين بهذه الأحياء الساكنية اللي فقط فيها مباني كبيرة نعم، إذا نرجع الآن إلى نقطة إبداع وتألق المهندسة اليمنية المعماري صرعة القديمة في كل حي موجود مكشامة بتزيد مساحة على 300 متر مربع زي ما أتكلم وبتزيد المساحة، بيكون الحي كل مطل على المكشامة هذه أول منطقة الزراعية جميلة، هذا أكيد كان له مغزى عند اليمنين ربما ومش فقط إنه توفير الغذاء القريب والخضرة القريبة تكون قريبة من البيت ربما حتى يكون متنفس للهواء وتحس إنك ما زلت في الريف مشان في المدينة رغم وجودك في صنعها فعلياً الناس اليمنيين مش عصبيين ومش متوترين يعني إلي ثلاث أسنين مع اليمنيين فعلياً ما في توتر وقلق الحمد لله، هذا فضل ومرحبه نعم، ممكن مع الخضار والهندسة المعمارية والأكلات الطيبة اليمنية قل التوتر والخلق والخوف عند اليمنين نعم، أموال حتى اللي ماش قريب من بيتكم مؤكد حديقة أو منطقة فيها متنفس زراعي ولكن تقدروا أكيد أنتم على الأقل الخميسة الجمعة تأخذوا غداءكم من البيت وتروحوا إلى أقرب حديقة، الثورة، السبعين، الوحدة، جامعة الصالح، أي مكان ممكن تروحوا له في خضرة، تقدروا تجسوا ضواحي صنعام، كنت تروحوا همدان، صد، شاحق، شلال، بني مطر كثير من السدود والماكن الجميلة، تقدروا أنكم تروحوا وتنفسوا على أنفسكم حتى على أطفالكم نعم، أنا ويكد ذكرنا بني مطر في نفس الوقت، استذكرناها إذن كانت هذه فقرتنا عن الصحة والتغذية أيضاً، وضرورة أن نسكن قريباً من المساحات الخضراء وأننا نزورها، فعلاً لازم كل أسبوع نزورها مرة أو مرتين نحن والأولاد